هكذا تبدو إحدى الغابات هنا بجماعة بوجديان إقليم العرائش خسائر كبيرة تسببت فيها الحرائق المهولة التي شبت بالمنطقة وبدواوير بنصفار وأواجة وأتت على مساحة من الأراضي الغبوية حرائق لم تشهد المنطقة من قبل وذفعت بسلطات المحلية إلى إجلاء ساكنة مداشر العزيب الفوقي وسيد بوخزار والحرارة والتي كانت مهددة بألسنة اللهبة التي دمرت ما يزيد عن العشرين هكتارا وفقا لحصيلة مؤقتة ولم تتوقف النيران بفعل الرياح الشرقي من حصد عدد من الخسائر خصوصا أشجار الزيتون والتين وغطاء نباتي متنوعة وحولت المنطقة إلى كتلة رماد وبسبب اقتراب الحريق الغابوي من محاصرة مداشر أخرى قرب سيديسف والدمنا وجهجوكا تعبأت وحدات تابعة لقوات المسلحة الملكية إلى جانب عناصر القوات المساعدة والوقاية المدنية والمصالح التابعة للمياه والغابات وشباب المنطقة من أجل إخماده قبل أن يواصل التمدد شرقا لغابات مجاورة صلينا العصر في الدار خرجتنا نصيبا قطعة والدزلة منها الحرارة لم نذهب لنا فيener رفان تكنت هناك الحرارة فهذه احدها الحرارة وفي حفاظت بها الحرارة وحضرت السفرتي وحثتنا الأخطاء الشرارة المحاصر سنتجى الحرارة مع السفرات عزيب هم الذين قلووا قناواناااااااااااااااااااااا واحد الجدعاء تكنت تكنت فيه الحرارة وهذا العودة. الشوطة فيها العفية حرقاثة. دفاع احنا صبت هنا ماشي نهاتي جاد هيدا. بقي هذا الخطر علينا هنا يخصنا الحيدة. انطلب الله يعودنا.